دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة كاملة مع الحكومة اليمنية لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن وإدراج ميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية نظرا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها جاء ذلك خلال الإقام على اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي بمقار الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسيلا وتطرق وزير الخارجية لأفاق العملية السياسية على الضوى المسجدات والأحداث في اليمن والمنطقة وخلال اللقاء وضح بن مبارك أن ميليشيا الحوثي وجدت ظروفا واختلالات أمنية أدت إلى تعقيد المساعي الأمامية للوصول إلى خارطة طريق لاستهناف العملية السياسية مشيرا إلى أن استخدام ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر لأغراض دعائية لا تمت بصلاة لنصرة الأشقة في غزة ترجمة نانسي قنقر